ايه تاني كان فيه كلام طلع في الفترة الاخيرة طبعا مع تتويج الزمالك بدوري ابطال افريقيا للسيدات تأهلهم لقرط الطائرة وتأهلهم لكاس العالم حتى انت كنت استضافت بعض اللاعبين من الزمالك بعض اللاعبات يعني من الزمالك كان طلع كلام في الفترة دي ان فيه لعيبة من الزمالك الاهل بيفكر فيها وتحديدا بعض من الاسماء اللي راحت من الاهل للزمالك انا استفسرت عن حقيقة الموضوع من الطرفين مش من الزمالك زي مين لعبات زي مين زي دانا شوقي في مريم مصطفى في فريدة في اكتر من اسم ولكن اللي توصلت اليه ان هي لعيبة واحدة فقط اللي الاهلي كان بيبحث عودتها ومش الاهلي كامل الموضوع تحديدا ان الكابتن ابراهيم فخر الدين اللي هو المدير الفني لفريق لفريق الاهلي كان عايز يرجع دانا شوقي اللي هي افضل معدة في البطولة هي دي اللاعبة الوحيدة اللي الاهلي كان ممكن يفكر في عودتها اتكلم مع الكابتن خالد العوض اللي عرفت انه هو قابل الطلب بالرفض التام ليه بقى؟ قال ان اي حد خرج من نادي مش هنحب ان احنا نرجعه تاني عندنا لعيبة بما فيه كفاية حتى كان فيه منقشة فنية ده فيه بعض اللعيبة السنة دي اخر سنة ده نحتاج في المركز ده ندعم قال له لا انا بالنسبالي هو كابتن خالد مدير النشاط فكان بالنسباله موضوع مرفوض تماما والموضوع تصعد للإدارة الإدارة قالت بما ان احنا عندنا سوق كاملة في كابتن خالد كمدير للنشاط الرياضي فقرروا بيمشي طالما الامور كده ما فيش حد يرجع تاني فبالتالي تقفى الباب ان اي حد من الخماسي يرجع من الزمالك للآن